السلام عليكم زوينات كديرين بخير لباس عليكم صحيحة لباس هانين امركم زيان شو تعودوش خباركم كل شي بخير الحمد لله مويمة البنات انا بدراني توحشكم والله العظيم حتى توحشكم بزاف البارح ما نزلتش ليكم تشي حاجة ولكن حسيت بشي حاجة ناقصاني يعني ماليك اللوح الفيديو دروري كان قانت لنا راقب فيه كان شو كلي كتب لي ميساج زوين شو كلي خلى لي لي لايك شو كون مويمة البنات هاتشي كامل كيترافية انا بعدها ومعرف شو وش انتو ما تنتو ما تحشتوني ولا لا مهم دوزن المهم بعدها الوصفة اليوم البنات عبارة لوحة الكريم كينفخ الخدود والسيقان واللي الدين البنات اللي كيعانوا من هاد المشكل هادا قسمان بالله هالبنات هاد الفيديو هادا واعر بزاف وكي يستحق لي لايك لحقاش نتيجة كتعطيها في مدة دي الخمس ايام البنات اللي كيعانيوا من هاد المشكل هادا يجربوا هاد الوصفة هادا ويرجوا عدي الكومنتار ويعطوا لإفادة للبنات الاخرين بش هم يجربوا حتى شو ايام البنات اللي كي يجربوا حتى شوف التعاليق مهم البنات اللي جربتوها ويرجوا على البنات الخبار لحقاش الوصفة واعره واعرفتو واندوز المكونات ديال هاد الوصفة هادا كتتكون من خمسة المكونات كلها موجودة في الدار لما كانش موجودة في الدار شري درهم درهم ما غاد تكلفكش بزاف خمسة دراهم وغاد تستافدي منها بزاف وما تبقاش تعاني من هادا المشكل اللي عندك مهم عندي هنا يزرعت الكتان غيم عالقة ما غاديش نحتاج رابعة ولا نسكيلو ولا معالقة ديال زرعت الكتان وعندي معالقة ديال الحلبة البنات اللي غيقوروا لي ياريحة الحلبة يعو لما يعو لحقاش يقولك اللي بغا زين كي يصبر خريق الودنين ولا اللي بغا العسل كي يصبر قريس النحل هادا الشي اللي كان لما بغيتوش تديروا الحلبة ما غادي تتعدكم حتى النتيجة لحقاش الحلبة كتنفخ كتنفخها البنات خارجيا وداخلين يعني كتعطيها واحد نتيجة واعرة بزاف ديروا الحلبة البنات ما يعني ما تعيفوش من رايحة ولا شي حاجة وعندي النشا او لمايزينة غادي نصيبو بها هادا الك الكريم اللي قتليكم وعندي الماورد مكوين الخامس غا نشوفوه في الاخر ديالفيديو حتيش غادي نحتاجو في الاخر ديالفيديو مهم البنات هادا هم المكوينة ديالي اه كنتمنى ديروا الحلبة حقاش كنتم اتوارني تعالى كتوك انا بغى انا ننفخ ادي دية ولا وجهي ولا سيقاني و لكن ما بغيتشي حاجة في الحلبة راه لا يمكن حقاش الحلبة القوفية واحد اه واحد المادة اللي واعرة كتنفخ وكنتمنى تتحنوا اكتر منها كي يعني اجي شوية حل تدقيق انا يعندي شوية اه حبيبات اول حاجة لبنات غادي ناخد شي كاسرونة او لامقلا ما تكون كوش كتلصق احتى الا كانت كتلصق اه قد تضمعها البال فهمتو مهمتو سوف نأخذ جوج مع القضية النشاء و هذا الكريم الذي سنصيبه سيديه للمدة سبع أيام و حتى فاتت سبع أيام و قاعدنا الكريم لا سننسحكم تديره لاحقا ما سنبقى في لمن فعله والو غيل وحوه وعقب كما نقول لنا تكملوا الوصفة لكي أعطيكم نتيجة سننكب عليها الماورد مهم الماورد لا نقوم لكم القياس سوف نرى القوام كيف سيكون لا سيكون تقيل و لا سيكون تاني جاري مهم الماورد هنا سوف نزيد الماورد و سوف نحرك و نحاول الحبيبات نمعسهم لكي لا يطهبوا فوق البوطة لا يعجينة و كنتم معارفين و كنتمنى نشرح لكم كثيرا لكي تفهموا و كنتم بسط في الشرح و كنتمنى أن تستفدو و خغيشي شوية مهم المباركة هذا ملوه ماورد سوف نرى كيف سيكون الخالد هو هذا سوف نضعه فوق البوطة و سوف تتبعوا معي لكي ترى كيف سيكون هذا الكريم سوف نصيبه و سوف نضعه اشتركوا في القناة سوف نحاول ان نخلطه بالزربة لكي تكون الكريمة و لا نتعجن لكم كثير من بعدها البنات كما ترون كل شي واضح لكم في الفيديو سوف يكون كل شي واضح في الفيديو سوف نأخذ القضية الماور و سوف نحرك مزيان و نحاول نمعس بالمعالقة لحسب الكويرات اللي يكونوا باقي اللي يلداخل فهمتو؟ ضروري البنات من هاد العملية باش ديكم كريمة مزيانة و سوف نزيد الحلبة و سوف نزيد زرعة الكتان مهم البنات سوف ندير معالقة كبيرة سوف ندير معالقة كبيرة و معالقة صغيرة و معالقة صغيرة زرعة الكتان كل شي واضح كل شي واضح كل شي واضح انا كن نحاول كما قلت لكم كنشرحوا نبسط باش البنات اللي مفاهمين و اللي معارفين و اللي يجيهم هات شي صعيب يجيهم شوية سهل و البنات اللي عارفين و كل شي عندهم سهل يسمحوا لي سوف نقسم هذا و نقسم الفيديو على البنات اللي عارفت سوف يستفد اللي عارف و سوف نقسم بحلقة سوف نرجع تشوفوا قلبوطة البنات قلت اللي عارف المترجع لم تجهدوا عليها البنات لكي لا تتحرك لكم و سوف تحجيل هنا قمت بشكل تليفون من المترجع حالة المترجع و تحجيل لكي تزرع الكتان و الحلوة تجدون منافعهم لكي لا تقوموا بشكل طريق لا تحجيل سوف نحركها و أعود لكم بعد ذلك من فوق البوطة كما اشترون البنات يأتي بحلقية هذا هو المقويل الخامس هو زيت الحلبة البنات التي لديها و التي لديها لا تديروش و سيروا للقناة تقلبوه و سوف نضع لكم الرابط في صندوق الوصف و في اول تعليق الزيوت التي تشريغي بعض الزيوت التي يكون مستخرج منهم أما التي تكون سهلة نصيبها من رأس تأتي بحلقية الوصفة تأتي سهلة لا تدير زيت لها تأتي سهلة غير مكلفة فهمتوا البنات؟ سوف نخلطها مزيان خلطها البنات سوف تخلطها مزيان تحاولي تعطي وقت لفت معك معكي معكي مع رأساتك و اوصفة الوصفة سوف نطبقها طريقة استعمالها و الوقت و كيف تديرها ما يعمل البنات؟ هذه الكمية سوف تديرها سبع أيام سوف تديرها سوف تديرها سوف تديرها سوف تديرها لا يوجد مشكلة لذلك سوف تدير الوصفة سوف نطبقها سوف تديرها و سوف تديرها مسيحة مسيحة لا تكتر منها و سوف تديرها سوف تديرها مرة في النهار مرة في الصباح و مرة في العشية و اول شيء تكون مغسولة بالمدافي لذلك من الصخون يجب ان لديك سخون ليس طيب سلقي وجهك لا كم يغسلها ثم تديرها وتديرها السلقي في الوجه اذا كان وجهك كامل ضعيف يجب ان تضعيح نجحة و لحيتك او جبهتك لا تستطيع نيفك لا تستطيع نيفك من درجة الأولى تغلط إذا تستطيع نيفك تستطيع نيفك نحن نريد نيفك نحن نريد نيفك نحن نريد نيفك في سيقان في مدر تيهار ستعطي نتيجة 100% و نتمنى أن نكون شرحت لكم مزيان و المدة الوصفة ستخليها لمدة 10 دقائق و انا حاسب علي 10 دقائق مع البنت اللي اعطيتها لها و تخليها 10 دقائق و من بعد تمسحها و تغسلها و من بعد تدهن بشي كريم مرطيب و بالصحة و الراحة و هذا الشي اللي كان و نتمنى اعجابكم الفيديو لا تبخلوش على لي بلايك عفاكم البنات اعفاكم يا اختي دليلي لايك و اشترك انت اول مرة ستشوفي القناة و بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة